عندما القمة يكون أمثال يزيد ومروان هؤلاء الذين كانوا يفقدون جميع القيم الأخلاقية فما بالك بالمجتمع إذا كان رب البيت بالدف مولعا فماذا تكون شيمة أهل البيت يزيد ابن معاوية لاحظوا الانحطاط الأخلاقي هذا الذي يجلس مكان رسول الله صلى الله عليه وآله مكان خاتم النبيين صلى الله عليه وآله هذا اللي مفروض يكون قمة في الدين والأخلاق لاحظوا شنو كاتبين حول وضعه الخلق ماذا كان يفعل مع محارمه؟ شاب فاسق فاجر مستهتر لا يعرف أية قيمة من القيمة الإمام الحسين صلى الله عليه في مضمون كلامه قال لمعاوية فرض له ما رضي لنفسه هو رضي لنفسه أن يلعب بالقرود والفهود ويعاقر الخامر هذا أمير المؤمنين كان له تواريخ راجعوها كان له قرد يلاعبه وكان يشرب ويسقيه فضل شرابه وكان يقول إن هذا شيخ من شيوخ بني إسرائيل عمل خطيئة فمسخ كان يركبه على أتان ويجريه في حلبات السباق ويتفرج ويقول تمسك أبا قيس كناه بأبي قيس بفضل عنانها فليس عليها إن سقطت ضمانه إذا وقعت الأتان لا تضمان في يوم الأيام الريح أطارت أبا قيس وسقط من الأتان فحزن عليها حزنا شديدا وأمر بكفنه ودفنه وطلب من أهل الشام أن يأتوا لتعزيته في أبي قيس أهل الشام أم إجوا زرافات يعزونه إذا الحاكم هالشكل يكون إذا الأب في البيت ما يصلي صلاة الصبح فماذا تتوقع من الأولاد؟ إذا الأب في البيت ينظر الأفلام الخليعة أمام أولاده فماذا تتوقع من هؤلاء الأولاد؟ هذا الواقع في القمة خلق انهيار أخلاقي في القاعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر